هلا يا حالحان شب حضركوا دلوقتي مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلة نالهم يا حمدي شكرا لك مصطفى التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود للانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم وخلال اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعالية مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وخلال الجلسة الثانية ألقى وزير الزراع وستصلاع الأراضي أسيد القصير كلمة مصر وأكد خلالها أن هذا المؤتمر هذا العام يتزمن مع وقع مليء بالتحديات المتشابكة والمعقدة وقال القصير أن الأزمات العالمية والتغيرات المناخية تؤثر على قدرة الدول الإفريقية على الوفاء بالتزامتها وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي يشكل تحديا شديد القصوصية لمصر التي تسعى لتوفير الأمن الغذائي لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش في ندرة مائية قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري أن ثلاثة أشهر من الصراع في السودان جعلت البلاد في وضع تواجه فيه أزمة إنسانية كارثية وأوضح المنظري أن 24 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية مضيفا أن أكثر من 67% من مستشفية السودان خرجت من الخدمة في حين تتزايد التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق الرعاية الصحية أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا على كييف وأوضحت الإدارة العسكرية أن الهجوم الروسي على العاصمة هو السادس لهذا الشهر باستخدام طائرات مسيرة من دون طير مشيرة إلى أنه تم الكشف عن جميع الأهداف الجوية وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوية لدى اقترابها من العاصمة قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينكوف أن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد وأقر وزير الدفاع بأن الهجوم المضاد أبطأ مما كان متوقع بسبب نقص الزخيرة وأنظمة الدفاع الجوية وأصفاً اشتباكات مع الجيش الروسي الشرق أوكرانيا بالصعب عرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عن أمله في أن يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية بحلول نوفمبر المقبل وأضف نتنياهو في تصريحات له بعد ساعات من إقرار الكنيسة لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا أن المحاكمة ستبقى مستقلة مؤكداً ضرورة بقاء الجيش بعيداً عن أي خلاف سياسي وأكد أن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية لديمقراطية أفد المتحدث الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس العميد معزة ريعة بأن جهود إطفاء الحرائق في منطقة عين الصبح التابعة لمدينة تبرقة في ولاية جندوبة تعثرت نتيجة لعمل الرياح الذي يزيد من انتشار النيران وتحاول السلطات إجلاء 2500 شخص على الأقل من تبرقة لكن الحرائق أغلقت الطرق وعرقلت جهود الإنقاذ أعلنت الداخلية الجزائرية أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تكتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34 بينهم عشرة جنود في ظل موجة حارة تشهدها منطقة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وأوضحت الداخلية الجزائرية أن نحو 8000 من أفراد فرق الإنقاذ أو الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق وشيرة إلى أنها أجلت نحو 1500 شخص من منازلهم حتى الآن مشاهدين انتهى موجزة التساع ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل